من جهته أكد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودي الشيخ عبداللطيف بن عبدالعزيز الشيخ حرص المملكة على تفعيل مبدأ التشاور والتعاون بين جميع الدول الإسلامية والعربية لمواجهة المتغيرات المتسارعة ومحاربة مستجدات التطرف والإرهاب وقال الشيخ إن المملكة العربية السعودية قامت على منهج الوسطية والاعتدال منذ تأسيسها على يد الملك عبدالعزيز وأبنائه من بعده نسعى جميعا وجميع أصحاب المعالي وزراء الشؤون الإسلامية والدعاة المعتدلين إلى أن نتجاوز تلك المرحلة السابقة إلى مرحلة جديدة فيها بناء الذات الإسلامية الصحيحة وفق المنهج المعتدل الوسطي كما جاء في القرآن الكريم والسنة النبوية العمل بالرحمة والعدل والوسطية نبذ الإرهاب رحمة الناس جميعا البشرية جميعا الله سبحانه وتعالى أرسل محمد رحمة للعالمين ولم يرسله قاتلا ولا مدمرا ولا مخربا في يوم من الأيام ترجمة نانسي قنقر